. مهدا بصبه، كيخرج للبرتغال وصب اليون . وهناك في المغرب ده، في المغرب هذا كان شي كروب شي جوج كيلو أو 3 كيلو كيضي يدع الصابع فهذا لماذا سيختار شوة؟ مهدا عن شكله ولله ما كان شهر هي الصلاة، وما كان شي كروب يجي ده يدينيك تدي النعنيات يدينك جوج كيلو كيلو و كيلو صابع فهو يديوه بحله بحل لانغوص بحل الكروفيت بحل الكراب هذا باتت حيضه هاد السمان وحيط هاد السمانة السمانة الخراكة تجرى هايك الفلساجة تلقى هكاين تاني ده غياء ده باك يهو تحتين بطل الحشر تضربوا ديك الموجة غايك كشكوشها ديك الموجة كيكبر ده ببحلات كشكوشها ده باك كيكبر ده ببحلات الحقيقة احنا كنخدموه ما كانخدموش دايما لكال البحر طاح كنخدموش هتكون السرحق و ديك واحد ستيان يلا قصير تكون في البحر ما كيسرحش مكرا خدموش كنخدموش كنخدموش لامارية ولكن البحر طايح من مية ساق إذا بمية يتحركش من مية طايح ما كينش الموجة وكان طايح البحر شنهار ولا دفاس مكرا خدمها من مية ستيان كنخدموش ستيان والشي الاخر عن ضر ريح وثاني هذا ده باد الشيجي جبتلك هنا حدام في يومين يومين ديال لحظ ما كيسرح كيف حيث يحرّو مقاركي في أمسكس كيف يحرّو مين Michaels نشعره في الفريغ يددًا يظهر تقوم بفريغ يحرق بفريغ لا يخرج الأوراق والطنج وهذا محرج في الأوراق والطموبيل والطموبيل التي تنقل من هنا الكاميو وهذا يصابه في الأوراق نجمعه هنا بشي بقاحي عندما تجمعه بلاسة ترى البلاسة التي تكون بحار فيها هذه نوع عرش هنا يكون ثلاثة متر أو أربعة متر لا تخسره ولو أو أربعة متر أو أربعة متر تكون اسمه يديه لك البحر يمشيه يديه صافي يجيه للبحر ويقرده دائما تزيير البندو في الجرفة ودائما تزييرته وأنت تعود وترجع تشوفه نرجعه كل نهارا باسترحة ونرجعه في الأشياء في الأشياء في الأخوة البحر نجيه نراقبه ثاني دائما دائما المراقبة ما كان نخدمه غير هنا ما كان نخدمه في الصحراء ما كان نخدمه في أمسوان تعافدنا كل شيء كان نخدمه فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر